بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه نرحب بضيوف مجلسنا المبارك لهذا اليوم الذي يلقي فيه الدكتور مثنى حارث الضاري محاضرة بعنوان على مشارف العشرية الرابعة الانتخابات ثم ماذا فليتفضل جزاه الله خيرا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه وبعد السلام عليكم أيها الإخوة ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم جميعا في هذه الأمسية وهي أمسية مهمة لارتباطها بالموعد الذي تعرفون وما سيجري في العراق بعد أيام وأقصد به الانتخابات من هنا كان واجبا علينا في هذا المجلس أن ندلي بدلونا في هذا الموضوع المهم في محاضرة تعبر عن وجهة نظر شخصية وأقولها من الآن وجهة نظر شخصية قائمة على قراءة اجتهادية في الوقائع والأحداث الجارية الآن فضلا عن استصحاب الموقف المبدئي والشرعي والوطني والواقعي من الاحتلال عموما والعملية السياسية والانتخابات وليست بالضرورة أن تنطبق بعض تفصيلات هذه الرؤية مع الواقع وأقصد بها هنا التقدمة لهذه المحاضرة فهي كما قلت محاولة اجتهادية لغراءة واقع مضطرب في العراق والمنطقة عموما ولماذا المحاضرة هو على مشارف العشرية الرابعة الانتخابات ثم ماذا في البداية لابد من الحديث عن العشريات الأربع وماذا نقصد بها العشرية هي مرحلة زمنية تمتد لعشر سنوات وغالبا هذه المراحل الزمنية تعتمد التحولات السياسية وتعتمد في المشاريع الاقتصادية والثقافية والاجتماعية ولكن حديثنا اليوم منصب على الجانب السياسي فقط فإذا أقصد بالعشرية هي عشر سنوات نحن الآن في منتصف العشرية الرابعة فما هي هذه العشرية وما هي العشريات الأربع قبل ذلك لابد أن نتحدث عن هذه العشريات ولماذا جمعت هكذا وفق هذه النظر الاجتهادية في هذا العنوان وفي هذه المحاضرة زاوية النظر لهذا الموضوع تقول بأنه في المنطقة وأقصد هنا المنطقة منطقتنا العربية وتحديدا في العراق وما حوله منذ عام 1980 إلى الآن نمر بأربع عشريات في كل عشر سنوات هناك حدث جلل يقلب الأوضاع رأسا على العقب ويغير الأمور ويحدث إرباكا كبيرا جدا في حياة العراقيين وحياة العرب وهذه العشريات متوالية وللأسف عندما أقول على مشارف العشرية الرابعة لأن هذا العنوان كتب قبل سنتين في عام 2016 ولم ينشر في وقتها تم إرجاؤه لأسباب عدة نحن الآن في منتصف هذه العشرية الرابعة ولسنا على مشارفها وهناك عشرية خامسة كما سيأتي بعد قليل ماذا يحصل في هذه العشريات عادة تحدث أمور كثيرة وهذه الأمور الكثيرة يديرها وكلكم يعلم من لديه القدرة على إدارة الملفات الدولية والإقليمية مما يسمى بالقوة الكبرى القوة الكبرى والقوة الفاعلة والدول المؤثرة دولياً وإقليمياً والعراق ساحة لهذه التفاعلات والتقاطعات منذ عام 1980 ولكن هذه العشريات عادة تسعى لتحقيق أهداف خاصة من المفتعلها من هذه الأهداف وهذه أمثلة ليست استقصاء أو استقراء تاماً أولاً تكون هناك حرب لأهداف خاصة تنشب حرب هنا أو هناك لأهداف خاصة لمصلحة هذه الدولة العظمى أو تلك أو لمجموعة دول أو لأطراف ما في داخل بعض الدول وهنا يأتي مثال الحروب الأهلية والنزاعات العنصرية والطائفية والدينية في كثير من دول العالم المثال الثاني أن تكون هذه الأزمة الدولية لتصفية خصوم في الساحة الدولية أو في الساحة الإقليمية أو في الساحة المحلية جاء الوقت المناسب لتصفيتهم لغض النظر عن كونهم أصدقاء قبل ذلك أو لا وعادة ما يكونون أصدقاء ولكن تقتضي مصالح هذه الدول ووضع خط أحمر لهم والأمثلة كثيرة يعني مثال نوريقا مشهور ومثال الحرب على العراق في عام 2003 مشهور لأنه كما يقول نعم شومسكي وسنستشهد به بعد قليل أن محور الشر الثلاثي في ذلك الوقت كان في نظر الإدارة الأمريكية هي إيران وكوريا الشمالية فنزولة ولكن بعد أحداث 2001 كان في نظر الإدارة هي في الهدف لأن كوريا الشمالية ترفض كوريا الجنوبية استهداف كوريا الشمالية وترفض دول شبه الجزيرة الصينية أو الجزيرة الصينية استهدافة رغم العداء بينها وبين كوريا الشمالية ولكن تخاف على مصالح المنطقة وعلى أوضاع المنطقة يعني أكو نوع من الوعي بخطورة الفعل حتى لو كان الاستئصال عدلها وإيران لها ظروفها الخاصة تداخلها مع العراق فكان الهدف أنزولة لكن أحداث 11.9.2001 جعلت الرئيس الأمريكي كما يقول الشومسكي يبحث عن هدف ضعيف يبحث عن هدف آخر في قلب العالم الإسلامي فكانت الضربة على العراق وتم تصفية خصم مهم في العراق المثال الثالث هو إشغال الشعوب لتمرير أمر ما يحدث فعل ما في عشرية ما لإشغال الشعوب وتمرير أمر ما يراد له أي أمور مثال على ذلك صفقة القرن الآن تشوفون الأمور كلام عن صفقة القرن هداء الكلام ثم مشكلة هنا مشكلة هناك وموضوع الاتفاق النووي وخطاب ترامب أول أمس ثم الهجوم الصهيوني اليوم على سوريا وما إلى ذلك كل هذه الأمور تدخل في هذا الإطار التشتيت والإلهاء والإشغال لتمرير صفقة ما ومخطط ما وهنا أيضا نستشهد بشو موسكي يقول لا بد من إشغال الشعوب بشيء ولا أفضل من الحروب لذلك ويضيف قائلا ومن أفضل الشعوب المهيئة لذلك والشعب الأمريكي ويمثل لذلك بالحرب على العراق حزف نشيد وطني ارتفاع الرأي الأمريكية وهذا مشاهد حتى في وسائل إعلامهم صور جنود قتلى تجيش الرأي العام إثارة أخبار كاذبة عن العراق أصلى حد دمر شامل وما إلى ذلك ما رأينا في المحاضرتين السابق حتى في مجلس الخميس ثم هوي الشعب الأمريكي وتم الهجوم على العراق المثال الرابع للعشريات هو تنفيذ مراحل من خطط عامة وطويلة الأمد هناك خطط تضع هذه الدول العظمى لعقود ثلاث عقود أربع عقود خمس عقود وأحيانا تأتي عشريات لا تتقاطع مع هذه الخطط طويلة الأمد لأنها مدروسة ابتداء أو غير مدروسة ولكن جاءت عرضا فيحاولون أن يوجد علاقة ما يعشقون بين هذه العشرية وبين الخطة الطويلة الأمد وما يجري الآن هو تعشيق ناجح وبارع وخبيث جدا للخطة المستمرة منذ نهاية الستينات وأوالي السبعينات فيما يعرف بخطة قوس الأزمات أو الهلال الإسلامي التي أطلقها في ذلك الوقت بيرجينسكي مستشار عن القوم الأمريكي الأسبق بيرجينسكي يرى بأنه لإجغال الاتحاد السوفيتي في وقته وإجغال المنطقة العربية والإسلامية بأزمات أن نفتعل مشاكل الأقليات في هذه الدول وأن نوجد أزمات للاتحاد السوفيتي في إطار الحرب الباردة على حدوده الإسلامية فيأتي بهذا القوس جمهوريات آسيا الوسطى وصولا إلى باكستان والهند وإيران والعراق والخليج العربي أو ما يسمى بمصطلح الشرق الأوسط فيسميه قوس الأزمات ويسميه في نفس الوقت الهلال الإسلامي فحصل غزو أفغانستان وما تبعه ثم الحرب العراقية الإيرانية وما إلى ذلك وإلى الآن هذه الخطة طويلة لما تشغاله ولكن تدخل عليها أحيانا خطط عشرية لا تتناقض مع نتائجها وأهدافها هذه أمثلة فقط وهناك أمثلة أخرى إذا منتقلنا إلى تفاصيل العشريات الأربع فنبدأ أولا بالعشرية الأولى وهنا الحديث عن العراق كحالة الحالة المدروسة اليوم هي حالة العراق أولا لاهتمامنا بهذا الأمر وثانيا لتعلقها بموضوع الانتخابات والعملية السياسية فالعشرية الأولى وكلكم يعرفها من 1980 إلى 1988 وهي حرب عراقية إيرانية زامنها غزو سوفيتي وحرب في أفغانستان والعشرية ليست بالضرورة أن تكون عشر سنوات منطبقة تماما ثمانية تسعة دعا السنة اثناء السنة كله في إطار هذه العشرية ولا ندخل في تفاصيل ما جرى الغرض الآن هو إيراد الأمثلة للوصول إلى خلاصة العشرية الثانية بدأت في عام 1990 إلى عام 2001 أو 2003 مع اختلاف بسيط وهي احتلال الكويت والحرب التي تلتها ثم الحصار وعانينا ما عانينا وهي عشرية منفصلة تماما انتهت بغزو بغزو أفغانستان ثم غزو العراق في عام 2000 وثلاثة في إطار ما عرف في وقتها بالحرب على الإرحاب العشرية الثالثة 2001 أو 2003 متداخلة وهي غزو العراق واحتلاله وما صاحب هذا كله منهزة وهي أبرز هذه العشريات التي مهدت لعشريات أخرى وارتدادات أخرى كما سنرى بعد قليل طبعا بعد حادث 11-9 وذريعة محاربة الإرحاب وهنا تستمر هذه العشرية من 2003 إلى 2014 نلاحظه داع السنة أيضا ليش 2014 2014 لأن بداية أو إعلان التحالف الدولي الثاني للحرب على الإرحاب التحالف الدولي الأول لاحتلال العراق غزو العراق واحتلاله ثم التجيش من جديد وتحالف دولي ثاني على أرض وفي سماء العراق لحجة محاربة الإرحاب أما عام 2011 بعضهم قد يقول من 2001 أو 2003 إلى 2011 وهو انسحاب القوات الأمريكية طبعا موقف معروف من هذا الانسحاب انسحاب كبير من حيث العدد في إطار هزيمة مروعة أمام المقاومة العراقية ولكنه ليس إنهاء حالة احتلال الاحتلال ما زاله مستمرا والدليل عودتهم من جديد مع بقاء قوات أصلا بعد انسحابهم الكبير المذل بقاء قوات ثم حالة الاحتلال المستمر للعراق إلى الآن والآن القوات الأمريكية تمدد لنفسها أشهر بحجة عدم القضاء على كل جيوب الإرحاب فتاريخ 2011 ليس مهما وليس ضروريا الوقوف عنده وهو شكلي لذر الرماد في العيون والقول بأن العراق تخرج من حالة الاحتلال وإعطاء مستمسك فأقول يعني هزيل جدا لدعاة العملية السياسية العشرية الرابعة وتبدأ من عام 2014 وتنتهي على مشارف عام 2013 وهي حملة التحالف الدولي الثاني القضاء على الإرحاب بزعمهم بعد الحملة الأولى في احتلال العراق ومجالها الرئيس العراق فضلا عن تدخلات هنا وهناك في سوريا وفي غيرها بطريقة أو أخرى هذه العشرية إذن بدأت عام 2014 نحن الآن في عام 2018 ولاحظوا أنها بدأت مع التحالف الدولي الجديد ومع الانتخابات سلة تجارة في العراق في ذلك الوقت التي بشرة بها على أنها مرحلة انتقالية جديدة وما إلى ذلك وما مضى كما سيأتي وكما مضى سابقا عام 2023 لماذا؟ 2023 متوقعا يحدث حدث كبير جدا في المنطقة سياسي بالدرجة الأساس لا نستطيع الجزم هل ستتبعه تداعيات أسكرية أو ما إلى ذلك ولكن بالضرورة ستكون هناك مشاكل وأقصد بعام 2023 هو انتهاء اتفاقي أمد اتفاقية لوزان الثانية التي فرضت على الدولة العثمانية فيه الربع الأول من القرن العشرين البلادي من قبل دول الحلفاء في وقتها 2023 قريب ليس بعيدا والأطراف الإقليمية في المنطقة تأثرت جميعا بما جرى في العشريات الأربعة الثلاث والنصف من العشريات الرابعة العراق، سوريا، اليمن، لبنان بل حتى دول مصر المغرب العربي في إطار معرفة بالربيع العربي وإيران في مشكلة سيئة الحديث عنها بقيت تركيا وتركيا في الهدف والأطراف يعلمون بذلك لذلك هم يهيئون أنفسهم لمعركة سياسية كبيرة جدا في عام 2023 ولذلك يأتي موضوع الانتخابات الرئاسية وانتخابات المبكرة لمجلس النواب بين مدة وأخرى ثم التهيئة لتنظيف الساحة التركية وتقويتها استعدادا لما يخشاه الأطراف ويتوقعونه وطبعا هذه الخشية وهذا التوقع سينسحب بالضرورة على العراق وعلى المنطقة لأنها منطقة واحدة ومتداخلة والهدف من كل هذا هو البلدان المؤثرة في هذه المنطقة حرب 2014 أيضا كانت بذريعة الإرهاب بعد متغيرات الربيع العربي المستطيل زمنا وحجما من الغرب حتى الشرق تونس، ليبيا، نصر، سوريا، اليمن، العراق ومعرفة فإذن انتخابات 2014 في العراق ربيع عربي ثم تحالف دولي للقضاء على ما يسمى الإرهاب فكلها اجتمعت لتبدأ هذه العشرية التي هي خطيرة بكل أبعادها وهنا كما يقولون مربط الفرس يفهم من هذا الحديث أن الأربع سنوات القادمة في العراق من الانتخابات وما بعدها الانتخابات القادمة هي من قبيل تحصيل الحاصل وإكمال هذه العشرية للتفرغ لعشرية أخرى مع عدو مع خصم آخر بمعنى أنه لا يرتجى منها كما لا يرتجى من غيرها ولكن عدم الرجاء منها ظاهر بسبب الظرف الدولي والإقليم الذي نتحدث عنه الآن وسيأتي مزيد تفصيل لهذا الموضوع إذا توقفنا عند اتفاقية لوزان هناك كلام كثير غير دقيق عن هذا الموضوع يعني كثيرون يقولون بأن تركيا تنتظر عام 1923 لانتهاء اتفاقية لوزان لتعود لها السيادة الكاملة على المظايق البحرية ومن ثم عودة السيادة تعني إعطاء حرية لتركيا في قبول أو رفض مرور قطاعات عسكرية أو غير من هذه المظايق وهذا سيحدث نشاكل هذا الكلام طبعا غير دقيق للأسف لأنه تركيا استعادت كامل سيادة على هذه المظايق في عام 1936 فيما يرى باتفاقية مونترو ولكن عام 2023 عام مهم لأنه رسميا ونظريا ونفسيا ومعنويا انتهاء الوصاية الأجنبية على الدولة العثمانية فهو تاريخ مهم لدى الأتراك وفي العالم أجمع فضلا عن ذلك أن تركيا جعلت من عام 2023 عام التحول والنمو التنموي والسياسي انطلاقا من هذه الفكرة كأنه يريد يوصلوا الرسالة لأنه في عام 2023 سنتحرر من كل القيود التي كانت تربطنا وسننطلق انطلاقا كبيرا في العالم فوق الانطلاق الموجود الآن هل يسمح لهم بذلك ونقطة هنا مهمة أيضا هذا العامل الإيجابي لصالح تركيا وسيرتد للأسف وإن شاء الله أكون مخطئا سلبا عليها مستقبلا ولكن أيضا جانب سلبي بمعنى أن تركيا ستنشغل عنا بمشكلتها القادمة فلا يعولنا عليها أحد للأسف هناك كثيرون يعولون على هذا الموضوع وهذا التعويل مو مشكلة خليت تعاول الناس لكن سيجعلنا نعيش في حالة من الوهم والذي تلاحظون الآن بعد فشل استفتاء كردستان تراجع الدور التركي كثيرا في العراق بعد أن كان دور كبير ولكن على مستويات مختلفة منها الجانب الاقتصادي أكثر من الجانب السياسي وغيره بدأ هذا التراجع لاستعداد لخوض معركة قادمة فضلا عن معارك جارية داخل تركيا فستشغل تركيا بهمها الداخلي وتستشغل عن المحيط الذي حولها وهذه نقطة سلبية ترتد عليها وعلى المنطقة فلاحظوا كل مشكلة كل عشرية استهدفت العراق أضعفت الأمة استهدفت سوريا تضعف الأمة تستهدف تركيا تضعف الأمة إلا العشرية التي تستهدف إيران ولن تحصل لأنها لن تضعف الأمة لن تحصل وسيتيم زيد تفصيل لهذا العراق والعشريات الأربع إذا لاحظتم أن العراق عامل مشترك في كل هذه العشريات في موضوع دخول أفغانستان واحتلال أفغانستان كان مكتزام من احتلال العراق بعده في سنة أو سنة ونصف ثم احتلال العراق وحصاره ثم أو حصاره ثم احتلاله ثم موضوع سوريا والمأساة الحاصلة في سوريا وارتداداتها على العراق وقطع الطريق على أي استعادة للنفس كان العراقيون يؤملون مستقبل أن تكون سوريا ظهيرا وساندا لهم أقصد الساحة السورية بعد الثورة السورية فتتداخل الثورة العراقية والسورية ولكن أجهضت هذه هنا وأجهضت هذه هناك هذه بطريقة فالعراق في القلب من كل هذه الأمور ولا يعني هذا أن الآخرين ليسوا كذلك لا الكل في القلب ولكن هناك تأثير أساسي يعود إلى أنه رأس الجسر المدخل الذي دخلوا منه لتحقيق كل هذه الأمور كان هو العراق رابعا ما هو الهدف من هذه العشريات الهدف العام قلناه وهو مصالح للدول العظمى ولكن فلنأخذ مثال من الحالة الأمريكية ومن الحالة الروسية ما الذي تستفيده تفصيليا وجزئيا فنأتي على وجهة النظر الأمريكي تستفيد أمريكا من هذه العشريات في الآتي أولا إعادة ترتيب ما تغير أو تصدع من أوضاع المنطقة سياسيا وهذا يظهر في مرحلة الربيع العربي لما رأت أمريكا أن الربيع العربي سيغير أنظمة تعتمد عليها في المنطقة تدخلت وفرضت عشرية جديدة صادرت كل إيجابيات الربيع العربي بل وحاولت أن تخلق شعور عند المواطن العربي والمسلم أن أساس المشكلة هو الربيع العربي وليس حالة إجهاض الربيع العربي أو الإنقلاب الربيع العربي وهذا ملاحظ في وسائل الإعلام لا داعي للتدليل باء إصلاح أخطاء الحرب على أفغانستان والعراق ومنها موضوع إيران وتغول إيران واستفادتها مما جرى واستلامها العراق وأفغانستان ثم سوريا واليمن ولبنان على طبق من ذهب فضلا عن نفوذ مستفحل في شبه القرى الهندية وامتداد كبير في الباكستان بعد انسحاب الوجود العربي منها وهذه كلها نتائج إيجابية ومكاسب حرب وغنائم حرب وفرتها الولايات المتحدة الأمريكية لإيران الحل من وجهة نظر الأمريكان مختلف الإدارات لسحب البساط من إيران لأنه نفترض من حالة الصراع حقيقية ولكن هناك الآن التقاء مصالح وسواء كانت حالة الصراع حقيقية أو وهمية علينا بالنتيجة خلونا نخرج من هذا الخلاف البيزنطي النتيجة هي العراق الأمة الأمة بتمثلاتها المختلفة ومثالنا اليوم بالعراق وسواء كانوا أعداء أو متفقين النتيجة ما هي؟ نتيجة سلبي علينا جميعا هذا الدمار والمآسي الحاصلة في كل مكان إذن الإدارات الأمريكية تحاول لاحظوا الإدارات الأمريكية تحاول كل له طريقته الخاصة أوباما، ترامب، غيره، بوش، قبلهم الصغير لا يختلفون في الموقف ولكن في طريقة إدارة هذا الصراع مع هذا الطرف فالآن وجهة النظر السائدة هي التفاهم مع إيران كأمر واقع وكقوة عظمى في المنطقة بإعطائها النفوذ المناسب في العراق أو سوريا معا في العراق أو سوريا معا بحسب الرغبة، رغبتهم لأنه كتيار يرغب بهذا في الإدارة في لوبيات في أمريكا أو الاتفاق والتفاعلات الداخلية والترادفات التحالفية لتحقيق المصالح أو ترك الرغبات والانسياق مع الضرورات رغبتنا في أن إيران ما تصبح قوة كبيرة صحيح والدليل ماذا فعلوا مع الشار؟ جاءوا بما يسمى بالثورة الإسلامية ثم ما جرى بعد ذلك ثم فإذن فجاء خلونا لسان حال يقول دعونا نتعامل مع الضروريات الآن ولكل حادث حديث وهنا يمكن أن نفهم المناورات والالتفافات والاختلافات في موضوع الملف النووي الإيراني الذي لا يخرج في خلافاته المعلنة إلا في التفاصيل ودرجة قوة الموقف من رئيس أمريكي إلى آخر وكأن لسان حال هؤلاء يقول ما بين شدة ورخاوة علينا أن نطيل النفس مع إيران لاحظوا إطالة النفس مع إيران إطالة النفس مع كوريا الشمالية إطالة النفس مع فنزولة إلا مع العراق وذول المنطقة لا يطيلون النفس علينا أن نطيل النفس فالوقت ضروري ولا داعي للاستعجال ولا أعزاء للمنتظرين في العراق والمنطقة وهذا ما يجري في العراق كل أربع سنوات نحسم الموضوع لا عطوهم حقنا الآن تخديري أربع سنوات انتخابات وخلوا القضية على الرف جاءت الأربع سنوات الأخرى مشكلة العبادي لازم نعالجها جيبوا المالكي جيبوا العبادي جبنا العبادي مضت أربع سنوات بقي العبادي لا لازم ما يجي المالك والحشد اقتنع النظام العربي الرسمي وجهة النظر هذه سعى في دعمها بكل الوسائل الممكنة وهكذا ستأتي أربع سنوات أخرى وسيئة الحديث عن هذا من وجهة النظر الروسية ماذا تريد روسيا من العشريات وخاصة العشريات الأخيرة تريد أولا حفظ ماء الوجه الروسي المراق ومحاولات العودة للواجهة لاسترداد مكانتها القطبية في العالم وهذا يفسر ما حصل في سوريا وما حصل في العراق والإقدام الروسي ثم الإحجام تدخل الروسي والأمريكي هل هما متفقان في سوريا أم غير متفقين هل هما متفقان في العراق أم غير متفقين وهكذا الهدف الثاني هو وصول الروس إلى حلمهم الدائم وهو الوصول إلى المياه الدافئة كما كان يقال في أيام الحرب الباردة وما قبلها عن طريق إيران والبصرة في العراق للوصول إلى الخليج العربي وهو مشروع وحلم قديم يعوض أو قد يعوض شواطئ المتوسط الأكثر برودة والأشد سخونة سياسيين الآن هذا الكلام في عام 2016 فإذا هم يريدون مياه دافع لكن إذا أتيحت لهم فرصة على البحر المتوسط كما تتاح الآن فلا بأس لكن هل سيسلم لهم الأمريكان بذلك أم لا الصرع قائم وغير محسوم إلى الآن المهم النتيجة هي للروس إعادة بناء التحالفات القديمة وأبرز تحالف هو التحالف الإيراني الروسي في زمن الإمبراطورية وما بعدها بقليل وهنا نستحضر نشهد القوات الروسية على الحدود الشرقية للعراق المتكرر طيلة القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين الميلادي ووصولهم عدة مرات إلى نهر خريسان في ديالة ثم ردهم من خلال دولة العثمانية والعشران العربية المتعالفة في وقتها أو انسحابهم لأسباب عديدة كلها بناء على التحالفات إيرانية سوفيتية في ذلك الوقت وقبل إيرانية روسية في زمن الإمبراطورية هذا المشهد موجود الآن في العراق ليس وجودا حسيا ماديا موجودين على الحدود ولكن صواريخهم وطائراتهم وسلاحهم وغرفة عملياتهم المشتركة مع إيران والسورية في العراق وباء إلى ذلك إذن هي عودة للمياه الدافئة بطريقة أخرى وفرتها ظروف هذه العشرية الرابعة خامسا ما هي الوسائل لتمرير هذه العشريات كيف تمر هذه العشريات هناك جواب طبعا كيف تمر علينا نقصد شعوب المنطقة الجواب العام بأنها تمر نتيجة ضعف شعوب المنطقة عدم قدرتها عدم تفاهم الشعوب أو النظام الشعبي العربي مع النظام الرسمي العربي عدم قيام النظام الرسمي العربي بواجبات هي أسباب عديدة ممكن أنه نجتهد ممكن الحاضرين جميعا الآن يعطوننا أسباب عديدة ولكن هناك نقاط رئيسة منها إعادة صناعة قوة حليفة جديدة لتثبيت هذه العشريات لابد من صناعة قوة حليفة جديدة في المنطقة وتغيير الحلفاء مثال على ذلك اعتدارات كيري قبل مدة مزيد الخارجية الأسبق الدالة على اختلافات تفصيلية داخل التحالف الدولي الاعتدارات التي قدمت في وقت اليران والغير لأن هذه الاعتدارات دللت على أن هناك خلافات في مشاريع تفصيلية هنا وهناك وفي اندفاعات محسوبة أو غير محسوبة هنا وهناك لا في أصل الاتعامات التي تجعل الخصم صديقا وإن كان واقع الحال يعطي إشارات كثيرة تقترب من إكمال صورة تحالفات منفعية ومصلحية من بعض أبرز محاربي ما يسمى بالإرهاب لتحقيق أهداف متقاطعة مع استصحاب نية الانتفاع على حذر كل واحد ينتفع على حذر وتبييط نية استعمال كل طرف للطرف الآخر في لعبة نار خطيرة جدا فيما بينهم والنار دائما تحرق من؟ تحرقنا اثنين من الوسائل لتثبيت هذه العشرية استئصال خيار المقاومة وحاضنته في المنطقة في العراق بداية ثم في المنطقة خطاب المقاومة كان عاليا قبل سنوات أين هو الآن؟ بعض الضعاء طبعا أدخلوها في إطار ما يسمى بالشيطن هذا المصطلح الشيطاني بحد ذاته في موضوع الإرهاب القاعدة داعشهم والآن أصوات وأسماء وشخصيات كانت بارزة في مشروع المقاومة والدفاع عنه تجدها الآن للأسف في محملية سياسية وانتخابات هزيلة ومسرحية هنا أو هناك في العراق وغير العراق والأمثلة كثيرة في هذا الشهر ما شاء الله الانتخابات يعني على قدم وساق ثالثا إشغال النظام العربي الرسمي بنفسه وتوفيت الفرصة في تغيير طبيعة سيل العشريات وجعل هذا النظام منقادا تماما لها طبعا إن أراد أن يخرج عنها إرغامه وإشغاله إن هو أراد إن هو أراد وللأسف هو لا يريد والمثال هنا هو الأزمة الخليجية رغم أن النظام العربي الرسمي سواء كان في الخليج أو في الوطن العربي كله لا يريد الخروج من هذه العشريات منشغل في معارك وهمية مع خيار المقاومة مع الربيع العربي مع الشعوب في صراع الداخلية ومع ذلك أشغلوه في مشكلة وهي الأزمة الخليجية فأفقدوا حتى وسائل دعم هذا الخيار خيار المقاومة أفقدوها من الساند أو السند الذي كان يمكن أن يقف معها في هذه الدولة أو تلك الدولة يستمع لها يلتقي بها يدعمها معنويا يتفهم على الأقل ظروفها كل هذا الآن اختفى شغلوا النظام بنفسه أربعة وهنا يظهر سبب الإصرار على العملية السياسية في العراق حلا وحيدا والاتفاق العربي والتوافق الإقليمي على ذلك على الرغم من الاختلافات بين هذه الأطراف في ملفات أخرى مختلفين في كل شيء إلا في العراق عودة سياسة تجفيف المنابل الإرهاب كما يقولون الواجهة بشكل كبير وقوي وعنيف اللعب بالنار من بعض الأطراف واستعمال عامل التخريب لتحقيق أهداف مرحلية غير مضمونة العواقب المثال الحوثي الحيلولة دون تجاوز الصراع القديم بين الإسلام السياسي والعلماني بطريقة سلمية فبدل التوافقات التوافق على المشتركات والإعذار في الخلافيات نرى العكس بالإصرار على الخلافيات والاشتراك فيها من لاعبين على كل تظفتهم بقناعات مرحلية عنوانها الانبطاح أو الضرورة السياسية في مقابل التثبت أو الثبات على مقولات معروفة وإعادة الصراع الإسلامي غير الإسلامي الإسلامي العلماني يسميه ما شئت إلى المربع الأول واستخدمت هنا موضوع إيران على سبيل المثال لمحاولة شق التوجهات الإسلامية والعروبية أخيرا الانتخابات في العراق ثم ماذا كل ما تقدم يوصلنا إلى هذه النتيجة إخواني الزمن لا يعود والعشريات مستمرة اشتركنا أو لم نشترك فالعملية جارية بناءنا على هذا قاطعنا أو لم نقاطع فالعملية جارية لكن العبرة في الموقف العبرة في الموقف المبدئي من كل ما يجري أن تبقي صوتك عاليا في رفض كل ما يجري هذا هو التحدي وهذا هو الشرف وهذا هو الفخر وإن كان يراه بعضهم مثالية وغير واقعية وعدم تماشي مع الواقع وما إلى ذلك أذكر هنا بعبارة وردت قبل قليل على لسان حال الإدارات الأمريكية ما بين شدة ورخاوة علينا أن نطيل النفس فالوقت ضروري ولا داعي لاستعجال ولا عزال المنتظرين في العراق والمنطقة فالمشكلة مشكلتهم ومشكلتنا ووقت ما عدهم أجل 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 وهذا التأجيل ليأكل من أعمارنا من أوقاتنا وإمكاناتنا والمثال النازحون الآن في العراق وغير العراق من سوريا اليمن وغيره أين هم الآن؟ في العراء من سنوات وسيبقون سنوات أخرى لماذا؟ لأن راعي العشرية أو راعات العشرية يقول لنستمستعجلين وهنا أدخل إلى مقولة أحد السياسيين العرب قبل سنوات في الانتخابات يعني هذا العام 2010 كتب مقالة طويلة وجه الإراقيين نشكره على نواياه النياتي الحسنة إنوان المقالة انتخابات معيبة ولكن خوضها إذا كانت معيبة كيف نخوضها؟ إذا كانت الانتخابات المعيبة في بلدان أخرى لا يدخلها كثير ومنهم كاتب هذا المقال فكيف يطلب مننا أن ندخل انتخابات معيبة وناقصة بالإراق؟ نعم من منطلق تقليل الضرر ما أمكن ولا هو وجهة نظر ولكن تقليل الضرر المدعى سيؤدي إلى تفويت مصالح وجلب مفاسد كبيرة وتوسيع الضرر الحاصل الآن إذا كانت معيبة في عام 2007 وال2010 فماذا نقول عنها الآن؟ وهل يجرؤ هو أو غيره الآن على القوضوها؟ الآن دعاة على أبواب العملية الانتخابية في 2005 وال2007 وال2010 وال2014 يدعون إلى مقاطعة الانتخابات فإذا كان الذي دخلها ودافع عنها بشراسة وبقوة واستمر مسؤوليات ومهمات كبيرة في وزارة وخارج الوزارة يطالب الآن بالمقاطعة ويدعون لمقاطعة يأتي الكلام أنه تدخلوها أو لا تدخلوها المهم إخواني أنا هنا لا أتحدث عن موقف الهيئة تحدث عن موقف الشخصي وهو لا يختلف عن موقف الهيئة ولكن لخصوصية وضعي الآن في هذه الانتخابات لا بد أن تتكلم بصفة شخصية بالنسبة لهيئة موقفة من انتخابات معروفة وحتى لم نحتج لبيانه في هذه المرة فهو من الشهرة بمكان وهو استيصحاب المواقف السابقة لأنه لم يتغير شيء بل استشرافنا جاء في مكانه ما قلناه نحن والقوى المناهضة لإحتلال العالمية السياسية يتحقق الآن جهارا نهارا بل حججنا وأقوال التي قلناها في عام 2004 أو 2006 يستخدمه الآن السياسي الذين كانوا يردون عليها ويعدونها غير واقعية في زمانها ولعل بياننا في الرد على مرجعية النجف كان واضحا في هذا الصدد مرجعية في عام 2004 تدعو المجتمع الدولي لانتخابات السريعة لأنه حل المشاكل تعود في عام 2018 تقول انتخابات غير الزامية أين فتاة والطلاق إذن؟ لماذا؟ تذكر الأسباب وهي نفس الأسباب التي ذكرناها منذ سنوات وحتى لا إذن مرجعية النجف سياسيين في العملية السياسية سياسيين خارج العملية السياسية دول إقليمية وغيرها منظمات دولية كلها تقول إنه هذه الانتخابات فيها وفيها وفيها فضلا عن تيار المقاطع الكبير الشعبي لا صلة لنا به لم نتحدث معه لم نتصل به لم ندعو إليه لم نروج له لأنه بنفسه ينتشر هو الآن بدأ يصل إلى موقفنا الناس بدأت تصل إلى هذا الموقف موقف القوى المناهضة للاحتلال وهذا يدل على صحة الموقف والاستشراف الصحيح كان يقولون عننا سذج سياسيا في عام 2004 وقمسا حجرت الهيئة واسعا اندفع إخواننا في هيئة علماء المسلمين إلى موقف غير عقلاني وغير سياسي الآن ماذا نقول لهم إذا كانت ماشي احنا كنا هوات سياسة في بداية الاحتلال طيب وانت 14 سنة الآن 15 سنة بعد الاحتلال تصلون إلى نفس الموقف إذن أنتم المحترفين وصلتم لرأي الهوات قبل 15 هذا يكفي ما في داعي أنه ينبين موقفنا لكن هنا رأي شخصي خاص وشخصي في هذه الانتخابات وفي بعض المشاركين في الانتخابات أقولهم منطلق المسؤولية الشرعية والوطنية والعائلية جمعت لبعضهم من السياسيين يدعو إلى مقاطعة الانتخابات قبل أيام في مجلس كبير وكتب بعضهم يقول الانتخابات لن تحقق شيئا وفيها ما فيها من العيوب وقال فيها ما لم نقول هنا ولكنه قال لكن خيار المقاطعة سلبي والقول بأنه لا نعطي شرعية قول غير مقبول لأنه الأمر واقع حاصل وهنا خلط كبير بين الشرعية المبدئية والواقع ومن قال بأن الواقع سيتوقف إذا قلنا غير شرعي أمريكا غير شرعية ومستمرة الدكتاتوريات في العالم كلها غير شرعية ومستمرة العملية السياسية غير شرعية ومستمرة هناك فرق بين اللاشرعي من ناحية الشرعية والقانونية والمبدئية وبينما هو واقع على الأرض والمثال لدينا نحن العراقيين يعني سويناها وصارت يعني كل واحدة سويناها وصارت ومشرت هي شرعية المهم ثم يقول إذن الجلوس في البيت خطأ لابد من المشاركة طيب إذا ماكو نتيجة لماذا المشاركة هناك تبليرات كثيرة لهؤلاء الكاتبين لكن الخلاصة هناك سعي محموم لزيادة عدد المشاركين في الانتخابات حتى لا يفضعوا بنسبة المشاركة الهزيرة والله هذا هو السبب أما السبب أسباب الخاصة وغيرها النفعية هذه أمور ما ربنا ندخل فيها الآن وأختم أخيراً يشارك في هذه الانتخابات من قبيلتنا من قبيل الزوبع ما يقارب قرابة السبعين نائب ولاحظوا قبيلة وحدة سبعين نائب يعني من البداية لأصوات إذا كان هناك مراعاة حقيقة لأصوات الأمر مشدد وهنا لا تدخل في شأن القبيلة على الرغم من أنه لي الحق في ذلك بحكم أنا من العائلة التي تترأس هذه القبيلة ولكن لظروف والحسابات خاصة لا أريد أن أؤثر على هذه القبيلة الكبيرة التي لها تأريخها المعروف قبل الاحتلال وبعد الاحتلال وستنقول بصراحي قبيلة مقاومة كغيرها من القبائل العراقية الأصيلة التي قاومت الاحتلال هناك وجهة نظر هناك سؤفهم هناك محاولات للفتنة والتحريش والتدليس والكذب وسرقة الشرعية كما يجري في العملية السياسية يجري في قبائلنا الآن عموما لكن نتكلم عن قبيلتنا فأولاء بين الستين إلى السبعين أستطيع أن أقول لا يمثلون رأي القبيلة بل أن القبيلة ليست مع هذا الخير ولكنني أحجم عن هذا كل له خصوصيته لا أريد أن أدخل في مشاكل في فئة كبيرة من المجتمع ولكن فيما يتعلق بعائلة الضاري تحديدا لا بدون البيان الصريح أقولها بكل وضوح بكل صراحة إخوان عائلة الضاري ليس لها علاقة بالانتخابات لا بين قبل ولا الآن ومشاركة أحد أبناءه في الانتخابات الآن هي مشاركة شخصية يتحمل هو وحده المسؤولية ومن وقف معه أو دفعه لهذا الموضوع في إطار مشروع السياسي مؤير فالمسؤولية عليه وحده وهو لا يمثل العائلة أقولها بكل صراحة وليسماح القريب والبعيد هذا رأيه الشخصي القائم على أساس تصور ما وهذا التصور خاطئ ومهرق في الخطأ بغض النظر عن شخصي الشخص فاضل ولكنه دخل في مدخل للأسف لا يعرفه لا يقدر خطورته لا يقدر كيف أضر هذا الموقف بتاريخ العائلة والقبيلة وتاريخ المقاومة وكيف أن الظروف والوقاع الآن لا تبرر أبداً هذا الموضوع وهنا يأتي موقف من كما قال الدكتور من دفعه إلى ذلك فإذن أعلم بكل وضوح صراحة عائلة الضاري لا علاقة لها بهذا الأمر نعم يحاول بعض الناس بعض وسائلهم لا من لعب على هذا الأمر خلال الأيام الماضية وحاولوا ومنها لقاء معه مع عبد الرحمن ظاهر خميس الضاري ابن خالي قبل أيام في إحدى القانوات الفضائية سئل عن موقف الشيخ الضاري من العملية السياسية والانتخابات أقول هنا بصراحة لم يكن موفقا والصورة غير واضحة عنده تماما بل هناك محاولة للأسف لي استغلال الاسم والعائلة وهذا لا يجوز أبدا وقد حذرناهم من هذا مرارا وتكرارا الضاري ضد العملية السياسية بالمطلق ولا يمكن لأحد يدخل عملية سياسية استغل هذا الاسم بصورة في إعلان هنا أو بإيهام اطلاق اسم الضاري فقط بدون اسم الشخص الأول أو في القول في هذا اللقاء أو في غيره بأن الشيخ حارث الضاري دعا إلى عملية سياسية صحيحة وسليمة نعم دعا إلى عملية صحيحة وسليمة قائمة على أساس وطني خارج مشروع الاحتلال بينما العملية السياسية الآن تجري في إطار مشروع الاحتلال سياسي فشتان ما بين هذا وذاك وشتان ما بين المشروع الوطني الذي كان يدعو له الشيخ حارث الضاري والمشروع الوطني القائم الآن كل مشروع يدخل في إطار العملية السياسية تنتفي ابتداء منه صفة الوطنية وأقول بكل صراحة وضوح حتى وأن استخدمت إعلانيا ولما سئل عن موقف مثنى الضاري من الانتخابات تردد وتلعثم وحصل نوع أيضا من التدليس قال هو غير رافض وغير راضي كيف أكون غير رافض وغير راضي هل سمع أحد منكم أني غير رافض هل سمعها منكم أحد يوم من الأيام أنا أقولها بصراحة أنا رافض وأسبق رافضا قناعة شرعية وبدئية ووطنية وحتى عائلية حتى لو اقتنعت فرضا من باب الفرض في يوم من الأيام بأنه يجوز من النحية السياسية والنحية الوطنية أقول لكم من النحية العائلية لا يمكن خلي جربها غيرنا إذا جازت فهذا الكلام غير دقيق ومردود عليه وهي محاولة للأسف غير موفقة لاستخدام هذا الأسف سؤل بعد ذلك موقف الهيئة قال الهيئة موقفه معروف ولها رؤيته وهي تسأل عن رأيها طيب أيضا نقول مثل النظاري هو يسأل عن رأيها وما دام الأمر طرح في وسائل الإعلام بهذا الوضوح هذه الصراحة أقول لست مع الانتخابات ولا عائلة الضاري وموقف عبد الرحمن ظاهر خميس الضاري ومن معه ومن دفعه والمشروع الوطني لا يمثل عائلة الضاري أبدا وأدعوه هنا من باب النصيحة إلى تدارك الأمر والنظر فيه بنظرة صادقة ومخلصة تراعي الاعتبارات التي ذكرتها جميعا وأيضا تراعي حرمة الشيخ الضاري وهو في حارث الضاري وهو في قبره ولا يقولوه أو يقولون ما لم يقل وما لم نقل حارث الضاري كان يقول هذا فسطات الاحتلال وهذا فسطات القوى المقامة المناهضة الاحتلال وأسمعتها منهم وأكررها وأقولها بنفسي الآن لو الدنيا جميعا شاركت في الانتخابات لن نشارك فيها بل حتى هيئة علماء المسلمين لو في يوم من الأيام وهذا افتراض أيضا قالت لأسباب سياسية ومصلحية ومراعاة اللي كذا ممكن سأقول لهم كما قال الوالد في مرة مع السلامة هذا الموقف الواضح والصريح وانقلوه عنه وهي دعوة أيضا لأبناء القبيلة هناك محاولات لسرقة شرعية القبيلة أيضا شرعية مجلس قبيلة زوبع والعشاء المتحالفة معها هذا المجلس أسس لمصالح القبيلة والعشاء المتحالفة معها ورموزه ومؤسسوه وهم معرفون وموجودون في العراق وأنا واحد منهم ضد هذا الموضوع بالمطلق إبعاد بعض هؤلاء تجنيبهم التدليس عليهم محاولة شراء الذمن من آخرين محاولة لن تنطلي ولا تنطلي على أحد فالموضوع واضح وصريح وأختم أن هذه المشكلة في العائلة فيما يتعلق بالانتخابات وفي القبيلة من أحد أسبابها هو إبعادنا قصرا عن العراق لو كنا داخل العراق ما حصل هذا ولا أقول بصراحة لما جرى أحد على رفع صوته وبرك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة